كلما مضت الأيام يتكشف الوجه الحقيقي لحكومة الكاظمي تلك التي ادعى رئيسها أنها تمثل التظاهرات فإذا بها تشابه سابقاتها بل وتزيد فتعمل على إنهاء ثورة شرين على قدم وساق مرة بإفساح المجال للميليشيات للهجوم على ساحة الاعتصام وأخرى بإكمال ما عجزت عنه الأولى والنصرية خير دليل لم يتوقع الكثيرون أن تحرك الحكومة ساكنا تجاه ما حدث في الجمعة الدموية عندما قتلت ميليشيات الصدر معتصمي ساحة الحبوب في ذقار أمام مرأة الجميع لم تخب تلك التوقعات بل كانت دون سقف رد الحكومة التي شرعت بعمليات دهم واعتقال طالت منازل الناشطي التظاهرات الذين نجوا من رصاص ميليشيا الصدر مصادر محلية ذكرت أن أكثر من ثلاثين ناشطا ومتظاهر مضطر إلى تغيير أماكن إقامتهم أقب حملة اعتقالات منظمة قادتها القوات الأمنية التي وصلت من بغداد وتحديدا قوات سوات والشرطة الاتحادية في محاولة واضحة لإنهاء الاعتصام في ساحة الحبوب أقب فشل الوفد الحكومي بإقناع المتظاهرين بإخلاء الساحة تنفيذا لشرط مقتصدر المصادر أكدت أن الاعتقالات شملت المؤثرين في الساحة والقادرين على جمع وتحشير الشباب لا سيما المشاركين بكتابة البيان الأخير حول رفض التفاوض مع وفد حكومة الكاظمي على فضل اعتصام متظاهر الساحة أكدوا أن محاولات إسكاة صوت الناصرية تكشف عن اتفاق بين الأحزاب المتنفذة على إنهاء اعتصام الحبوب بتواطئ حكومي صريح لا سيما أن عناصر ميليشيات الصدر يواصلون انتشارهم قرب الساحة واستفزاز المتظاهرين لجرهم للمواجهة وفي غمرة الأحداث وتسارعها يرى مراقبون أن الظروف الراهنة جعلت الصدر عاجزا أن أخذ دوره المعتاد بركوب موجات الحراك الشعبي المناهض للأحزاب لا سيما بعد تيقن الأخير أن استمرار ثورة تشرين يمثل المسمار الأخير في نعش العملية السياسية التي شارفت على الموت في بغداد وقد تشيعه في الناصرية